جلد المقطع يا حبايب نزلتكم مقطع ناري على قناة الثاني يلهم منك المشاهير فضيحة كلش ناري يا حبايب أول شي على نارينا بيوتي ومن هو حبيبها السابق أو أول حبيب إلها وفضيحة أصال المالح يا حبايب لازم تروحوا تشوفون هذه المقاطع حطوكم الرابط بالوصف على متنالفون فضيحة حقيقية أو لا الخبر الأول اللي عندنا يا حبايب عن أنس الشايب وشنو قاعد يصير بياه فلم يعرف يا حبايب أنه تهكر حساب الأول اللي شاب بي مليون 800 ألف متابع بعد أن رجع فتاح حساب صار بي 500 ألف وهام رجعت هكر وانبارحة فتاح حساب صار بي تقريبا 150 ألف وهام رجعت هكر يا حبايب للأسف مزدقون يا حبايب برد كل القاسي وهذا الشاي بأنه شايب وشالله يا ربي عرض هذا الشي أنه هو يدخل السجن فهتم اقول لكم يا حبايب انبارحة اللي شاب السوريات أنه هذا الشي ممكن يخليه يدخل السجن لأنه عند عقوده الشركات فمادر الصراحة إن شاء الله يا رب ما يصر بي ايشي وكتبه للكومنتات الشركات بهذا الخبر ننتقل حالياً لمحامد جواني بتنزيل اللونية الجديدة اللي هي ولاد صغار وبالصراحة اللونية كلشنارية بالنسبة للأشخاص اللي سمعوها يا حبايب يكتبونها بالكومنتات هل لونية عجبتكم أو لا وبالنسبة للأشخاص اللي سمعوها يا حبايب فراحتوك وراتب الوصف الكل يدخل على الوصف وروح يستماحها بعد اكتبونها بالكومنتات هل عجبتكم لونية أو لا وحالياً مفاجأة اليوتيوبر وأول شي يا حبايب اللي هي مريانا غريبة وتنزيلها مقلب أم بيسان فرزت هذا الاستوريلي من واضح أنه رح يكون مقلب الخطب بالصراحة واضح يكون مقلب كويتشناري رح يزيكم المقطع يا حبايب باشرة قاية مريانا فاكتبونها بالكومنتاتج قيمة حمسين إله ونتظر حالياً القمر مارو التألان هي أنه أكون مفاجأة رح تفجر السوشيل ميديا مباشر يا حبايب هذا بث مباشر ستقول لكم مفاجأة كويتش خرافي رح تعرفوها بالأيام الجاية ورح تضغطوا هواية ناس الصراحة سما توقع رح تكون هي عبارة يا عن صلح ويا يارا يا مصلح ويا نورمار ويا مصلح ويا أنور لأن هي اش قالت؟ قالت عبارة المفاجأة أول حرف من عدب حرف الصاد رح أطوكم يا حبايب شوية من البث مالتها شوفوا البث طبعا أقصد بصلحة من نورمار يعني قصد أن هي ترجع للفريق ما أدري أشوف المهم اللقظة طيب لمحينة ما أعلم محل كواية لمحل كواية هم حسبوا عن هذا الموضوع فيديو يوتيوب يعني أكو بالطريقة فيديوهات يوتيوب أكو فيديو حينزل يوم الأحد أو الثنين هذا حيكون فتشي كلش قوي يشفتشي حلو يشي أجواء حلوة الفيديو اللي ورا حيكون حسبوكم يعني شي مثل تحدي واحد هو حيكون بس حلو كلش والفيديو الثالث احتمال حيكون هذا الشيء دعشي لكم عنا اللي هو صار من فترة بس قدخل أغمى وهس يلا أحتيبي يخصني بيخص شخص ثاني يعني أنا أحبت شهوية يعني أكثر رح تدخلين الفريق لا ما رح أدخل أي فريق ما رح تقولون ما رح تقولون تحذر أبدا خلاص أنت تغير الموضوع خلاص ما دخل شرفت فريق أو حب أو هسه فلا لا لا كلها لا وش وقت تنزلين فيديو الأحد أو الثنين يعني لازم لازم أكيد يعني حنزلكم بس يعني ده حامل أسكت بس ما لا أقدر يعني متحمسة للشيء اللي رح يصير روح علي النور سارو تزيل لهذا اليستور يا حبايب كان تقول بصراحة أنه حمستين هواي المفاجئة فهي ردت عليهم أن المفاجئة أكون ستستاهل وقعدة توقع أقود بالصور اللي بعدة تقول تلميحة المفاجئة تقول الفصل الثامن ما أدري شونه قصدها ولكن صالح شهر كامل لتحمسنا على هذه المفاجئة ولصراحة متأكد رح تكون شيء كلش خرافي فاكتونا يا حباب بالكومنتاشون توقعاتكم إلا وبالختم يا حبايب عن زواج يحمد أبو الرب طبعا مو هو للزوج وأنا ما نزل هذا اليستور يا حبايب واللي هو ابن عم الزوج فإن شاء الله ألف مبروك أبن عم الزوج وعقبغال أحمد أبو الرب طبعا وبس شانا كفاءت زي مقاطعة من القصص مع السلامة